السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أيها الأحبة اليوم موعدنا مع المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية احنا عندنا أربع أنواع من الأسئلة فهم المقرؤ فهم المعاني فهم التراكيب النحوية والكتابة اللي هو عبارة عن كتابة فقرة طيب احنا ان شاء الله هنبدأ مع بعض ببعض القطع لفهم المقرؤ أنا بيكون عندي قطعة عليها أسئلة هنا لابد لي من إجابة الأسئلة اللي موجودة على القطعة كأجب وضع علامة صح وغلط ويختر الإجابة الصحيحة بناء على القطع هنا في قطعة بتكلم عن فوليبول فوليبول بمعنى كرة الطائرة فيها بعض المعلومات والبيانات فيها بعض الآراء أنا أتجه عذرا للسؤال مباشرة عندي هنا السؤال بوين وين بمعنى متى فأنا محتاج أجيب الإجابة بزمان طيب أي زمن موجود في الجملة لابد لي إن أنا أتبع باقي الجملة علشان أعرف أختار أي زمن في الجملة هنا عندي كلمة فوليبول في السطر الأول الزمن اللي موجود في السطر الأول اللي هو 1964 طيب عندي السؤال الثاني هو بادئ بكلمة هو هو بمعنى من طيب وهتبع باقي الجملة علشان أعرف إيه الجملة المقصودة في القطعة هطلع للقطعة ألاقي It begins as sport are خلي بالك بقى By William G. Morgan تمام كده إيبا الإجابة حتكون William G. Morgan طيب بعد كده سؤال الصح والغلط لو العبارة صحيحة فبالتالي ما فيهاش ولا تعديل بالنسبة للقطعة طيب العبارة خاطئة لو فيها تعديل على ما هو موجود في القطعة فبالتالي الإجابة الأولى T الإجابة الثانية F بالنسبة للسؤال الثالث وهو choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة عندي هنا أربع خيارات A B C D بناء على اللي موجود في القطعة أنا عندي كان كلمة H Team تمام هنحصلها مع بعض Each team هنا خلاص كلمة Court Each team Court أنا بدور على كلمة Court طيب يباحنا هنشوف كده Each team tries to ground the ball on the opponent's Court إبا الإجابة هنا كلمة Court Players have to observe numbers of rules التكملة الصحيحة كلمة rules بمعنى قواعد طيب القطعة الثانية هي قطعة Vision 2030 طيب قطعة نفس الكلام عليها أسئلة When في 2030 What Higher Education هقول كده It will address real needs أو أكتب الجملة زي ما هي برضو هحصل على الدرجة الصح والغلط لو العبارة فيها تغير بالنسبة للقطعة هنا بيقول لي 2030 هنا في القطع في السؤال يقول لي 30-30 العبارة خاطئة العبارة زي ما هي بدون أي تغيير يبال عبارة T صحيحة Higher Education Will address real needs على حسب ما هي موجودة في القطعة Culture and Entertainment نفس الكلام على حسب ما هي موجودة في القطعة طيب هنروح على بعد كده على السؤال القطعة الثالثة The Father of Pencilin The Father of Pencilin تمام إبا اهتم في سؤال القطعة قطعة وعليها أسئلة طيب القطعة دي هات مليئة بالمعلومات هو يقول لي هنا وين تمام Did Fleming die أحصل كلمة died موجودة ايه يبقى بالتالي الزمن اللي موجود في الجملة هو الإجابة الصحيحة On 11th of March 1955 طيب What is the job of Fleming Father طيب هحصل كلمة Fleming Father موجودة في نهاية السطر الأول وبعد كده هلاجل وظيفة بتاعته اللي هو Ifarmer يبقى أنا أقول Ifarmer Ifarmer يعني مزارع السؤال والصح والغلط أنا باعتبره هدية عندي هنا الجملة زي ما هي بل عبارة T عندي الجملة فيها تغيير على أساس أنه كان موجود يا أستاذ عمره 13 وهنا موجودة 17 ففي تغير فبالتالي الإجابة false اللي هي خطأ تمام هتعرف تنتبه إن أنت تعملها T ما فيش مشكلة هتعرف تعمل إن أنت تعملها صح ما فيش مشكلة أهم حاجة تعمل الشكل الصحيح ده إوعى تطلق بط The mold had created bacteria free على حسب القطعة كانت موجودة Circle Fleming won the Nobel Prize إن هو فاز بجائزة Nobel في فرع في الميدسين اللي هو فرع الطب لو أنا جيت شفت كده أدي Bacteria Circle ديت اللي أنا كنت محتاجة وهو فاز بالنبل Prize في الميدسين طيب إباحنا كده خلصنا سؤال القطعة نيجي للسؤال الثاني وهو المعاني المعاني يعني كلمة ومعنى أنا عندي كلمة warranty عندي كلمة it seems عندي كلمة beats me عندي كلمة infection ركز معايا تاني عندي كلمة warranty it seems beats me infection دي عبارة عن كلمات النحية الأخرى هو عايز المعاني warranty بتسوي كلمة guarantee أحط الإجابة تحتها see it seems it it a way to start conversation infant بمعنى think up أكتب الإجابة تحت كرما أكتب الإجابة تحت خلاص أنا بحاول أقول لك اهتم في إيه في شكل المعاني طيب successful effective anything that's possible مع you never know g بمعنى to show surprise عندي contact بمعنى communicate تمام طيب ده تكملة تكملة سؤال المعاني عبارة عن مربع في كلمة 2 وحيكون في 1 3 وعندي جملة 2 محتاج أننا أضع الكلمات الموجودة في المربع في الجملة على حسب السياق ماشي أنا عندي هنا يا أستاذ there are space مسافة يعني ومعها of الوحيدة اللي تربط مع كلمة of كلمة plenty تمام يبقى اللي تربط مع كلمة of كلمة plenty يبقى أنا أنتبه إن أنا عندي of يبقى عندي plenty طيب على حسب المعنى لما يقول when I got when I got to the park لما رحت الحديقة a crowd had already gathered لما رحت الحديقة وجدت جمعا من الناس أو محتشدا تمام كده وكذلك باقي الأسئلة على حسب المعنى طيب تعالوا نروح بعد كده على سؤال الاجرامر الاجرامر ده سؤال لذيذ بس محتاج عجله هو بيتعامل معه يكون صحي ليه الأربع خيارات لو أنا كطالب عادي أقولك الأربع خيارات ينفعوا لكن وجود شيء بالجملة هو الذي يجعلني أخطر شيئا صحيحا دون الباقي يعني مثال أنا عندي ألظو اللي هي عبارة عن ألظو اللي هي عبارة عن رابط والسو رابط وإنسبة أوف رابط وإف رابط الأربع زي العسل لكن إذا انتبهت أنا عندي هنا كما يبقى الرابط الوحيد اللي بيجي معاه كما هو السو بمعنى لذلك وكده تثبت الجملة طيب عندي الجرامر الجرامر لازم ولابد أننا أنتبه للجملة سياقها والاختيارات علشان أعرف أطلع بجملة صحيحة أنا لا أحتاج أننا أترجم الجملة كلها ولكن أحتاج أن أفهم ما هي القاعدة عندي هنا سؤال الإجابة علي قاله إيه يس هي ه انتبه للجملة كلها يبقى اللي حتخلينا اختار الإجابة الصح كلمة هذ ليه لأن السؤال هيكون بهذا تمام عندي هنا decorate decorate decorated decorating عبارة عن أشكال فعل لما أطلع أجرى الجملة أقول needs to be needs to be بيحتاج الفعل في التصريف التالت اللي هي حتكون decorated طيب عندي برضو نفس الكلام agree agrees agreed agreeing أشكال فعل مختلفة أنا معرفش أي فعل مناسب وأنا أقرأ الجملة لقيت يقول it was يبقى الجملة السياق ماضي يبقى أنا هختار الفعل في زمن الماضي تمام يا أحبة طيب عندي هنا enjoy enjoy بيجي بعدها الفعل في شكل ing يبقى sitting عندي have بيجي بعدها الفعل في التصريف التالت أقول have they discovered طيب عندي كلمة هنا جملة اسمه كده جملة الاستنتاج وهو بيقول I'm sure I'm sure يعني أنا متأكد يبقى الإجابة الصحيحة must طيب عندي قاعدة if if هنا المطلوب x لازم أتطلع على الجملة الأخرى لقيت كلمة will على طول هختار المضارع don't leave طيب عندي هنا جملة الجملة في has have have having كل السياق ده يمشي لكن عشان كلمة before before دل على زمن الماضي فناختار have طيب عندي لسه متفقين have بيجي بعدها الفعل في التصريف التالت هيكون الإجابة sit عندي هنا الجملة سياق ماضي من كلمة ago هختار moved عندي هنا if برضو نفس الكلام السياق ماضي من كلمة had هختار الوحيدة اللي عندي سؤال بيركز على كيف تخرج بالجملة خروجا صحيحا من ناحية الشكل طب من ناحية الشكل يبقى لازم انتبه اني عندي هنا كما اختار سوء عندي الاجابة فيها هز هختار السؤال بهز عندي need to be يبقى محتاج الفعل في التصريف التالت اللي هو decorated عندي my friend the nugget was هختار mean agreed اتفقنا يا حبة طيب هنيجي مع بعض للسؤال اللي بعد كده الا وهو سؤال مما بين الاقواس هجيك سؤال اتنين اهو زي كده عندي مطلوب بين القسين واروح جاي مستخدمها في الجملة هو بيقول لي صحح الفعل علشان كلمة for كلمة for شكل الفعل لازم يكون هز زائد التصريف التالت يعني انا هضيف من عندي هز واضيف للفعل work worked هلاس يبنا كده اجابتي صحيحة طيب السؤال التاني هي جملة وبقولك استخدم if ببساطة if بتساوي when في حالة present ماشي ممكن اعمالها بشكل تاني ممكن اعمالها بشكل تالت انا محتاج الشكل ده مفيش مشكلة كتبت الشكل ده اجابتك صحيحة هلاس طيب عندي هنا بيقولك صححي الفعل طيب هنا عندي they told told زمانها ماضي يبقى بالتالي booked هحول الى كلمة booked طب هو بيقول his car broke down وعايز كلمة needs هقوله his car needs to be ودي fixed تمام طيب ادي have بيج بعدها التصريف تاتسين هنا you haven't eaten all day زي ما قلت قاعدة الاستنتاج هستخدم كلمة must لان انا بستنتج ان هو ما اكل طوال اليوم فاكيد هو جعل يبقى نركز كده he طلب مني corrective verb عندي for has worked عندي when it's cloudy it rains عايز مني كلمة if يبقى على طول استبدل الجملة بالنسبة للتعبير عايزين اتفق على شيء اهم شيء في التعبير خلاص سؤال الكتابة ان انت تكتب في تعبير شادي على حسب درس القراءة درس الكتابة اللي موجود في نهاية كل وحدة استطيع من العبارات ان انا احولها لجملة طيب انا مثلا وليكن هناخد التعبير ده كمثال ماشي طيب نبدأ بتعبير مثلا وليكن نقولك future vision انا عندي هنا will live longer دي عبارة لو كتبتها ممكن اخذ نصف الدرجة طيب اراك نزود عليها people will live longer ممكن تقول I will live longer اي واحدة منهم صح بشرط ان انت تعمل جملة طيب روح تجاي people will live longer تمام على طول اجابتك صحيحة تمام زي ما انتو شايفين كده people will live longer تمام خلاص طيب روح تجاي في المربع التاني ممكن اقول اي سياق انا مثلا حطيت وروح تضيف المربع ايب انا كده زودت جملة تمام طيب بالنسبة للجملة التالتة قلت they will have condensed word او اهم حاجة تعمل سياق جملة سياق الجملة ده يعطيك الدرجة كاملة بعد كده قيل من ات ممكن اقول انجلش مفيش مشكلة ممكن اقول ارابيك مفيش مشكلة اهم حاجة تعملي سياق جملة طالما عرفت تعمل سياق جملة اذا استطعت ان انت تحصل على الدرجة كاملة المربع الخامس هزود they will i will مفيش مشكلة اهم حاجة تعمل سياق جملة فبالتالي هتحصل على الدرجة كاملة اخر جملة they will be able to fly صح i will be able to fly صح it will be able to fly صح اهم حاجة تعملي سياق جملة عملت ست جمل هتاخد ست درجات ست من ست ان شاء الله طيب نفس الكلام في التعبير ده ونفس الكلام في التعبير ده موجود عندك في المذكير بالنسبة للتعبير بقى الفري ده تعبير فري تمام تعبير فري يعني انا بجيب الجمل من عندي انا عندي مثلا تعبير انا بختار من مثال هروح جاي كاتب في البداية جملة تعبر عن مين اللي بتكلم طيب واحد قال لي انا مش حب ابدأ بجملة مثلا عن ام مباشرة ابنت كلمك صح اهم حاجة في التعبير ان انت تكتب هي وجهات نظر ماشي كم جملة محتاج ها خمس جمل طالما كتبت خمس الجمل يبقى انا هحصل على الدرجة كاملة جال لك my mother is asma تمام she is a teacher واحد قال لي مثلا she is a housewife اهم حاجة شباب الاختلاف ما ترك لك لكن اهم شي ان اتفق عليه احنا الاتنين اللي هو writing الكتابة تمام كده الكتابة دايما لما يجيك سؤال برا جراف لازم تكتب او هتسيب فاط طيب الجملة اللي بعد كده she is kind طيب i respect my mother انا احترم امي واحد يقول يا استاذ respect صعب علي انا ممكن اكتب like صح واحد يقول i love احب امي صح واحد يقول يا استاذ i adore my mother ماشي كده كل واحد هيكتب سياق جملة الاجابة صحيحة كتبت خمس جمل بخمس درجات مع العنوان يبو ست درجات كده انت حصلت على الدرجة الكاملة في الاختبار ارجو لكم التوفيق والسداد لا تنسوني من صالح دعائكم دمتم موفقين باذن الله